ما هي قيمة المدخول فيما يخص السياحة؟ عطيت لك أرقام قبيق وتلك استقطبنا أكثر من 300 مليون و300 ألف سائح وحسب المعائير الخاصة بمنظمة العالمية للسياحة كل سائح مفروض عليه أن يصرف 500 دولار كما سمعتم هذا وزير السياحة في حضيرات الجزائر مجدداً يخرج بأرقام لا منطقية أرقام كاريتية أرقام مصيبة كحلا وزير وزير ما عارفش على شك يتكلم وزير من المفسرط أنه قاري واعي ووصل واحد درجة دي القراءة وما إلى ذلك ما عارفش على شك يتكلم الأرقام في حضارة الجزائر ستشير كما سمعتم هذا وزير السياحة في حضارة الجزائر قال لك يا سيدي بأن الجزائر استقبلت 300 مليون سائح وهو قال في حقيقة الأمر 300 مليون و300 ألف سائح وقال لك كل سائح جاء صرف 500 دولار 500 دولار 300 مليون سائح جاء الجزائر وصرفوا 500 دولار وقال لك يا سيدي هدية العائدة السياحة في حضارة الجزائر وهو في حقيقة الأمر 300 مليون 300 مليون لكن خرجها 300 مليون والبوصبا يقلس يصفقه ويطبله ويزمر تحل تحل يا المروكي جبنا 300 مليون سائح الولايات المتحدة الأمريكية كاملة جاءت لهم الولايات المتحدة الأمريكية عدد السكانها 333 مليون كاملة جاءت لحضارة الجزائر سائحين لكن الذي يضحكني في هذه الصراحة الغابة قال لك أن أعطي كل سائح من هذا وفرض عليهم بشأنهم يصرفوا 500 دولار في حضارة الجزائر يعني سنقوم بعمل حسابية بسيطة قال لك يا سيدي 300 مليون قدested بحضار Bryan ن지�رى قال لك يا سيدي 300 مليون و300 مل كما قدرون نضربت يا 29 سيدي 500 سنترى هذه العائدة في حاضرة الجزائر ья تعالي يعني جزائر ودخلص من هذا سياح يريعي750 مليار دولار 150 مليار دولار الذين دخلوا من السياحة بهذه 300 مليون سائح الذين يأتي عندهم رأيتوا الهبال رأيتوا الحماق رأيتوا العشوائية رأيتوا تشيار الأرقام يمسخت الوالدين رأى أكبر دولة من حيث عدد السياح الذين يأتي عندها هي فرنسا حلقة الصادف قاع 8 مليون سائح ومعها إيطاليا ومعها إسبانيا هذين يدخل 85 مليون سائح هذين 8 مليون سائح هذين 8 مليون سائح هذه الدول الأوروبية المعروفة بالسياحة فرنسا هي أكبر دولة سياحية في العالم تعد 8 مليون سائح ثم يجبت 300 مليون سائح ودخلت 150 مليار دولار فقط من السياحة فقط من السياحة وخانا عارف دبه هو بغي يقول 3 مليون سائح لكن لأن وزير يرتكب هذا الخطأ ويجبت أن البوصبعي يطبع له ويصحه الوزير ويصحه له هذا الخطأ الجسيم لا يطبع له هذا المليون سائح ويجبت أن البوصبعي يطبع له وبعدها يوجد أن يكون الله أعلم يوجد أن يكون ثم لا يوجد أن يكون لدينا حضائح الحضارات الجزائى وذلك لكن يوجد أن شيئا أصياد الجزائى فكذلك في الفيديوات التي تصورتهم والفضائح التي تضمنتهم هذين يقعد هذا ثم أصياد ثمثاوة طوالية مجددا بعض العشوائية بين الدول الأول و golfer ства المنطقية، والخزاعلات التي كانت في حضارات الجزائر التفاهير بين الحضارات والوزراء والرئيس والشعب والإعلام والرياضيين وهو من الموناع إلى أن البيان الاشتراك في مهم encompass Berlain وكل شيء غبي لا يمكننا أن يفكروا شيء بالعقل لا يمكننا أن يخدموا شيء بالعقل هذا هو الحال في حضارة الجزائر كما سمعته هذا هو وزير ووزيرهم لمعرفة 3 مليون وقالهم 300 مليون و300 ألف وكل واحد فيهم صرف 500 دولار يعني يدخلوا 150 150 مليار دولار الذي يدخلوا من السياحة فاتوا فرنسا وفاتوا اسبانيا مجتمعين فاتوا فرنسا واسبانيا وإيطاليا مجتمعين هذه الدولار المعرفة على أنهم سياحة فاتوا هم كاملين ماذا نريد أن تكسروا من هذا الشيء؟ إذا لم يحولوا ولا قوة إلى الله لا حولوا ولا قوة إلى الله مع هذا الناس لا يوجد أحدهم العقل ويفكر ويخمم الله أم لا يدع المنكر لأن هذا المنصيبات كيف تفلوا علينا؟ ما هي الأرقام الخيالية؟ ووزير لا يعرف إيهدار ووزير لا يعرف إيهدار ووزير لا يكتلوا 300 مليون وقالت 300 مليون بصبعي مصدق ومتيق بصبعي مصدق في حال البهراجة التي تفعلوا مؤخراً في حال الإعلامية وروينة وطوير والبهراجة في نهاية المطاف يلاحظون 100 ألف طن 100 ألف طن وكان يستوردون 9 مليون طن في القمح هذه البهراجة كاملة تفعلون 100 ألف طن وهم يستوردون 9 مليون طن المغرب العام الفايت قام بإنتاج 5 ملايين ونصف طن من القمح لا يوجد البهراجة أو الروينة أو الهالة الإعلامية ولا يوجد غباء في الإعلام ولا يوجد تصوير آلة الحصاد ومن المناسبة للمشاهد القوام السعودية ومن بلدان متعددة مشاهد سوريقة ومن المعروفين بالسرقة والتصوير سهل عليهم أن يصرقوا مشاهد من مناطق أخرى في الفيديو السابق ما هو الفضيحة التي تم الحفيدة بين قوصين الأمير خرجتهم فضيحاتهم وقالت لهم أنني لم أكن حفيدة لم أستحمصها و قد أضع نظام حضارة الجزائر قال ان المنصف سوريا أريد العمور إصارين على قد مالا وقبتها بإرانت إراني وقوموا بتقوية أميرة ونحن بولك هذا هو الحال في حضارة الجزائر كل شيء يتیم كل شيء من أنزل كل شيء تزوير أسناع تبقى كل شيء من المنصف كل شيء من المنصف كل شيء مصرفق في هذه البلاد الموصيبة كل شيء مصرفق على ذلك مصرف الوائدين غادين للهاوية غادين للحياة ما نقوله داخلين في الحياة بكل ما تحمل كلمة من المعنى ونحن لكي المتابعين الكرام 300 مليون سائح تجاوزوا كل الدول الأوروبية المعروفة بالسياحة 150 مليار دولار عائدة السياحة لا يوجد أي دولة في العالم ولكن مع حضارة الجزائر كل شيء ممكن لهم معي في حيث كوكب موازي في خيال بوحدهم ديالهم متابعين الكرام أراكم في الفيديو